تعلمنا في الفيديوهات السابقة إذا كان لدينا ضوء يخرج من وسط بطيء لنقول أنه لدي شعاع ضوء خارج من وسط بطيء هناك لنرسمه هذه هي زاوية السقوط هنا وبالرغم أنه ليس ضوء حقيقي يمكن أن تتخيل أن هناك سيارة تسير من وسط بطيء لوسط سريع كانت تسير على طريق موحلة إلى طريق معبدة إذا كانت السيارة تسير في اتجاه هذا الشعاع فإن العجل الأيسر سيخرج عن هذه الطريق قبل العجل الأيمن إذن هذا سيغير اتجاه السيارة نحو اليمين إذن السيارة ستسير في هذا الاتجاه كما التالي حيث هذه الزاوية هنا هي زاوية الانكسار هذه زاوية الانكسار هذا وسط أبطأ وهذا وسط أسرع إذن ستكون فيتا 2 أكبر من فيتا 1 ما أريد معرفته أو الذي أريد إيجاده في هذا الفيديو هو هل هناك زاوية معينة تعتمد على المادتين التي يسير فيهما الضوء؟ إذا كانت هذه الزاوية كبيرة بشكل كافي لا نعلم هذه الزاوية هي أكبر دائما من هذه الزاوية حيث أن زاوية الانكسار هي دائما أكبر من زاوية سقوط عندما تسير من وسط بطيء إلى وسط أسرع هل هناك زاوية معينة إذا افترضناها هنا إذا افترضناها هنا هذه الزاوية لنسميها فيتا 3 إذا كان هناك زاوية ثلاثة حيث تكون كبيرة بشكل كافي حيث زاوية الانكسار ستكون 90 درجة حيث الضوء عمليا لن ينفذ إلى الوسط السريع وإذا كان لدي زاوية سقوط إذا كان لدي زاوية سقوط أكبر من ثلاثة أي أن كان ذلك عمليا الضوء لن يسير على طول السطح بكل تأكيد لن ينفذ حتى أنه لن يسير على السطح عمليا سوف ينعكس مرة أخرى إذا في الواقع لدينا إنعكاس داخلي كامل لفهم هذا يجب أن نفهم ما هي زاوية ثلاثة هل زاوية الانكسار التي لدينا هي 90 درجة؟ هل لدينا زاوية انكسار 90 درجة؟ هذه الزاوية زاوية سقوط هذه سوف تسمى الزاوية الحرجة لأنه إذا كان لدينا أي شيء أكبر من ذلك لن يكون هناك انكسار عمليا لن يحدث هناك نفاذ للوسط الآخر بل سوف يعكسه على الفاصل مرة أخرى إلى الوسط البطيء لنحاول فهم ذلك وسنطرح مثال حقيقي على ذلك ننفرض لدينا ماء هذا الماء هذا الماء له معامل انكسار معامل انكسار يساوي 1.33% ولدينا هواء في الأعلى هنا والهواء ضئيل جداً قريب من الفراغ ومعامل انكسار له هو 1.0029 وللتبسيط نفرض أن معامل انكسار هو 1.00 وما أريد عمله هنا لضوء الخارج من الماء لنغير اللون لضوء الخارج من الماء لضوء الخارج من الماء سأجد زاوية حرجة سأسميها فيتا الحرجة سأسمي هذه الزاوية فيتا الحرجة فيتا كريتيكال فيتا حيث زاوية الانكسار هي 90 درجة حيث لم ينفذ الضوء من خلالها إذن زاوية الانكسار هي 90 درجة إذن إذا كان لدينا زاوية سقوط أقل من الزاوية الحرجة هذه ستكون بعيدة من الزاوية الحرجة عندها سنحاول أسير على الساطح وإذا كان هناك أي شيء أكبر من الزاوية الحرجة عندها ستكون عاكس ويصبح لدينا انعكاز داخلي كامل لنفكر ما هي فيتا هذه هذه زاوية الحرجة ممكن أن تكون حسنا سأخرج عن قانون سنيل مرة أخرى لدينا معامل الانكسار للماء هنا يساوي 1.33% ضرب جيب الزاوية الحرجة ضرب ساين فيتا ستكون مساوية لمعامل الهواء هذا يساوي معامل الهواء وهو يساوي 1.00% ضرب جيب زاوية الانكسار وهي 90 درجة والآن ما هو جيب الزاوية 90؟ لمعرفة هذا يجب أن تفكر في دائرة كوحدة واحدة لن نستطيع معرفتها تلقائيا لهذا تعريف وحدة الدائرة مهم ومفيد فكر في دائرة الوحدة إذا ذهبت إلى 90 درجة هنا على وحدة الدائرة والجيب هو إحداثيات محور الصداط على الدائرة وهي واحد إذن إحداثيات محور الصداط سيكون واحد إذن سيكون واحد لفهم هذا يمكن تقسيم كل كلا الطرفين على 1.33% ونحصل على الجيب لزاوية الحرجة sine theta critical التي تكون مساوية لواحد على 1.33% 1.33% ولاشتقاقها سيكون هذا معامل الانكسار هنا على اليمين هو معامل الانكسار للوسط الأسرع صحيح يمكن أن نسمي هذا بمعامل الانكسار للوسط الأسرع هنا إذن معامل الانكسار للوسط الأبطأ ونرمز له بالرمز Ns لأن جيب زاوية 90 درجة سيكون دائما واحد إذا كنت تحاول أن تجد هذه زاوية الحرجة إذن قبل أن نستخدم الألة الحاسبة نأخذ معكوس الجيب لكل الطرفين ونحصل على زاوية الحرجة وهي معكوس الجيب معكوس الجيب لواحد على واحد فاصلة ثلاثون وثلاثون بالمئة والآن لنستخدم الألة الحاسبة لإيجاد هذا سنجد معكوس الجيب واحد على واحد فاصلة ثلاثون وثلاثون بالمئة إذن بعد هذه العملية نحصل على ثمانون واربعون تقريبا ثمانون واربعون فاصلة ثمانية بالعشرة إذن هذه هي الزاوية الحرجة إذن ثيتا كريتكال تساوي ثمانون واربعون فاصلة ثمانية بالعشرة درجة ويدل هذا إذا كان الضوء يترك الماء عند زاوية سقوط أكثر من ثمانون واربعون فاصلة ثمانية بالعشرة لن يكون عمليا قادرا على الانكسار ولن يتسرب إلى الهواء عمليا سينعكس عند الحدود الفاصلة بين الماء والهواء وإذا كانت الزاوية أقل من ثمانون واربعون فاصلة ثمانية بالعشرة سينكسر الضوء إذن إذا كانت الزاوية هنا سيكون بإمكان الضوء أن يتسرب وينعكس وعند الزاوية ثمانون واربعون فاصلة ثمانية وعند تلك الزاوية الحرجة سيكون لدينا زاوية انكسار لمقدارها تسعون درجة وعندها يسير على هذا السطح على سطح الماء وفي الواقع بهذه الطريقة عمل كوابل للألياف الضوئية هنا يمكن أن تظهره كأنابيب زجاج وضوء يسير حيث زاوية السقوط هي كبيرة هنا بحيث أن الضوء يستمر بالإنعكاس داخل الليف الضوئي إذن هذا هو شعاع الضوء إذا صار بزاوية أكبر من زاوية السقوط عندها بدلا من التسرب إلى الهواء المحيط أو أي نائكان سيستمر بالإنعكاس داخل إنبوب الزجاج ويسمح للمعلومات الضوئية أن تسير أتمنى أنكم وجدتم هذا مهم ومنطقي أتمنى أنكم وجدتم هذا مهم ومنطقي أتمنى أنكم وجدتم تحبط نحوك في المحيط أو بالإنعكاس داخل الليف الضوئي